فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسد نعم المدار على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى وإن لم يظهر لنا الحكمة في ذلك والعل في ذلك فإنه لا ينهى إلا عن شيء فيه محذور ولو لم يظهر لنا أو قد يخفى علينا في وقت ويظهر في وقت آخر فالواجب علينا الامتثال فالمدار على الأمر والنهي وإن لم يظهر لنا الحكمة في ذلك قال لأمور منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس هذه هي الحكمة في النهي عن التشبه بيهود والنصارى وأضرابهم من الكفرة أن التشبه بهم في الهدي الظاهر يدل على شعور في الباطن نحوهم بالتعظيم والاحترام والتوقير لأنه لو لم يعظمهم ولم يرى أنهم أهل كمان لما تشبه بهم قال فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع نعم التشبه باللباس أيضا فيه سر أنه يتشبه بصاحب ذلك اللباس فمن لبس لباس العلماء صار في نفسه شعور نحو العلماء والانتماء إليهم ومن لبس لباس الجنود صار في نفسه شعور نحو الجندية والعسكرية وما كانوا عليه من العادات والتقاليد التي يمشون عليها هذا في اللباس وهذا مثال تشبه باللباس هذا مثال لسائر أنواع التشبه فما من أحد يتشبه بأحد في شيء من لباسه أو من كلامه أو من مشيته أو غير ذلك إلا وهو يحمل في قلبه له شعورا خاصا من أجله تشبه به لولا أنه يميل إليه لما تشبه به لو كان يبغضه وينفر منه لما تشبه به نعم ترجمة نانسي قنقر